الشخصية السايكوباثية السايكوباثية هو الشخصية ضد المجتمع ضد الآخرين شخص ملآن بالكروه بالحقد بالحسد بالشر بالرغبة في الإذاء بالرغبة في إتعاس الآخرين باستغلال الآخرين باستذلالهم بمصهم كالليمون حتى آخر قطرة لا يشعر بالآخرين لا يتعاطف معهم إن أظهر شيئا من هذا فإن باب المسرحة والتمثيل للدرام الكاذب يحلف أغلظ العيمان وهو كاذب في أتفه الأمور أو أجل الأمور وهو كاذب شخص خطير جدا جدا طالما تكلمت عن الشخصية السايكوباثية وحذرت منها احذروا وقرأوا عنها هذه الخطبة ليس خطبة في السايكولوج وكذا لكن اذهبوا وقرأوا سوف تجدون مواد علمية كثيرة تفقوا في هذا وخاصة الشباب والشبات احذروا من السايكوباثي وخاصة السايكوباثي المبدع لأن السايكوباثي الغبي سرعان ما ينكشف أمره فيحذر السايكوباثي ليس له صدقات دائمة كل يوم صديق كل يوم علاقة جديدة لأنه حين ينكشف طبعا الناس مباشرة تتحاشى وتهرب منه إلى آخر ما يمكن الهرب ينصب شباكه على آخرين ويقعهم ضحايا وهكذا شخصية خطيرة علاقاته الجنسية لمؤاخذة مضطربة لا يمكن ولا يصبر ويعجز عن أن يصبر على علاقة واحدة شرعية ولذلك ويعدد العلاقات المحرمة رجل فاحش يرتكي بالفاحشة والعياذ بالله وربما يتستر دون أن يدرى لكن حبل الكذب والتستر قصير لا بد أن يكشف يوما ما لهذا أو لذاك من الناس الشخصية السيكوباثية خطيرة جداً أخطر اضطرابات الشخصية على الإطلاق السيكوباثية فاحذروها اثنين الشخصية النرجسية العابد لذاته فعلا النرجسي هو الذي يعبد ذاته ذاته متورمة متضخمة يعيش في عالم من المرايا كلما نظر لا يرى إلا نفسه ولذلك إذا كان رجلاً يستغرب منه أنه ينفق أوقات طويلة جداً وكل يوم في قضية ماذا؟ في قضية التزيّن والتجمل والتسريحة والشعر في الوجنات واللباس والهيئة مهتم جداً بصحته يمارس تمرينات رياضية إذا نخزته نخزة بسيطة هرعي الأطباء لأنه خطير العالم بدون يتهدّم النرجسي هو رحمة الله في هذا العالم العالم لا قيم له بدونه لا يمكن إلا من باب التمثيل فقط حين يكون مضطرًا أن يعترف لأحد بقدر أو بقيمة أو بأهمية أو بمثابة كل الناس أصفار كلهم تحوت لا قيمة لهم هو صاحب القيمة وصاحب الإبداع وصاحب العظم وصاحب الجمال وصاحب القوة وصاحب الموفقية التامة هو كل شيء شخصية خبيثة عجيبة غريبة ليس لديه مساحة لأن يحب مستحيل أن الرجسي لا يحب انتبهوا يعني يا بنتي يا أختي يا ابني إذا ابتليت أو عرفت مظاهر الشخصية النرجسية في شخص ما اهرب وإياك أن ترتبط به مهما مثل عليك خاصة فترة الخطبة كلام فارغ النرجسي لا يرى إلا ذاته يعجز عن أن يحب إلا نفسه وطبعاً من لا يحب لا يحب ولذلك تفشي إعلاقة زوجية مع النرجسي يا ويلك إذا انتقصت من قيمة النرجسي أو من ثقته بنفسه أو من صورته الذاتية المتضخمة ستخضع للجلد الشديد بلسان وربما إذا استطاع أن يوصل إليك الشر أوصله كالسيكوباثي على أنه قل شر من السيكوباثي لأنه أذكى لهذه الناحية في مراعاة القوانين والعقبيل القانونية على كل حال قضية النجحة أيضاً قضية طويلة قلفت مؤلفات عن نرجسية وعراض النرجسية ثالثاً الشخصية الهستيرية شخص زائف هولو ها بيرسل شخص مفرغ الشخص الهستيري يا إخواني وطبعاً من أجل الهستيريين تأتيك الدعايات وجنون الفاشن والموضة من أجل الهستيريين الهستيري شخص يحب الشهراء يحب التمييز يحب أن يكون فاقعاً في لباسه في مظهره في ضحكته في كلامه في مواقفه في آرائه إذا أحب يظهر أنه يحب عنف شديد جداً يمكن أن يذوب فيك يمكن أن يفجر نفسه شضايا شعاعاً من أجل أن يريد لك الطريق لكن لمرحلة قصيرة جداً ثم لم يلبث ثم لا يلبث أن ينقلب عليك وكأن شيئاً لم يكن كأنها سكرة ذهبت السكرة وجاءت الفكرة لا يبقى من الحب شيء الهستيري شخص غريب مبالغ الهستيري لا يرضى أن يكون في المكان الثاني هو دائماً في المكان الأول معنوياً ومادياً إذا دعي إلى حفل أو محفل لا يرضى إلا أن يكون في الصف الأول دائماً ولا يخجل يأتي آخر الناس وهيأتي يتقدم ليجلس في الصف الأول الشخص الهستيري يحب أن يكون في مركز دائرة الضو تماماً وأن يسلط عليه والويل لمن يبدي اهتماماً من أقاربه أو أحبابه أو خلانه بآخر غيره أي أن كان هذا الآخر؟ سيخضع أيضاً لصلاة لسانه وانتقاده وسخرياته اللاذعة والهستيري إذا ضيق عليه الخناق أسرياً وإجتماعياً وعرفت حقيقته تتفكك شخصيته تعرف أنه الهستيري يكيد وقرأته عنها شفت عنها أفلام كثيرة تتفكك الشخصية فيصاب بالإغماء ويصاب بالتخشب تخشب وتشنجات وتخشبات وإغماء ويصاب بتعطو الوظفي فانكشنل يعني تعطو الوظفي أو وظيفي لبعض الحواس كالسمع والبصر والكلام فبصير إيه أعمى؟ أنا عميت وطبعاً خذوه على الدكاترة وع الشيوخ ويقرأوا عليه آيات الزحر وآيات الحسد إن عمل راجل اسمه العمل هستيري فعلاً يعمى لا يعود يرى شيئاً هستيرياً اسمه العمل هستيري أو صمم لا يعود يسمع لا يسمع شيئاً الصمم الهستيري أو البكم لا يعود يتكلم خرس كامل خرس هستيري عجيب وتحت إيحاء من طبيب ومعالج نفسي يعود إليه الحس تاماً كاملاً والحمد لله الله ذهب بالشر وطبعاً يخضع الآخرين إنه انتبهوا ما تضغطوش علي ما تتعبونيش يا حبيبي هذا لما يكون زوجك يا أختي يا حبيبي يا حبيبي لما تكون هذه مرتك يا بابا انبسط أنت مع هستيرية مثل هذه والهستيري عنده لعبة مفضلة التهديد بالانتحار يضيق عليه الخنق سأنتحر وهو لا ينتوي إطلاقاً أن ينتحر حقيقة يمثل الانتحار وربما أتى ببعض المقدمات فيجرح شيئاً يسيراً من نفسه يبلع ثلاث أقراص ليس ثلاثين قرصاً أو ثلاثمائة قرص ثلاث أقراص ويدعي أنه كذا وهي لعبة مكشوفة بعد قليل لمن حوله لأنه أدمن عليها أصبحت مفضوحة الشخصية أيضاً متعبة وزائفة وأيضاً غير قادرة على العطاء غير قادرة على الحب غير قادرة على التنازل احذروا منها وأخيراً الشخصية بالغة التوجس بالغة التخوف بالغة سوء الظن بالآخرين أيها الإخوة ومنطوعة نفسها بالكامل وقد يبلغ هذا الانطواء درجة مرضية من الزهو والكبرياء والغرور يقربه من المرجس يرى نفسه شيئاً مميزاً جداً كأن مطبعة الخالق مصنع الخالق لم يصله إلا هذا الشخص طبعاً هذا الوصف أولى بالنرجس لكن قد يبلغه الاضطهادي البرانويد الذي يرى أن العالم كما قلت عالم شرير مكار حسود حقير يغار منه يحسده يأتمر به يمكر به لا يريد له الخير يريد أن يضع العصي في دوالي به إلى آخره إلى آخره ولا يمكن إقناعه بغير هذا ومهما قامت ويحبك إذا نصحت له بهذه الطريقة أنت تصبح أيضاً أحد المتآمرين وأحد المطهدين له وأحد الحسد وتدخل في ورطة جديدة الشخصية الاضطهادية أيضاً شخصية متعبة جداً جداً يا إخواني هذه أربع شخصيات ليتفقه أبناؤنا وبناتنا بصددها هل يمكن أن تجتمع هذه الأنماط الأربعة للشخصيات المطربة يعني الشخصية السايكوباثية الهستيرية النرجسية البرانويد أو الاضطهادية في شخص واحد لا لا يمكن لأنه في كل نمط من هذه الشخصيات له مميزات محددة ومشخصات بعض هذه المشخصات تتعارض مع المشخصات الأخرى فكيف تجتمع مشتحيل تستبعد يصبح المنطق استبعادي وليس استيعابي يعني لا يوجد لدينا نمط جامع من اضطرابات الشخصية يستوعب كل هذه الأنماط الأربعة أبداً لأن هذه الأنماط الأربعة بطبيعتها في أكثر مشخصاتها استبعادية بإزاء الأنماط الأخرى وليست استيعابية واضح؟ نعم الجميل طبعاً بعض الناس خاصة المش متعلم أو ما عندوش الذائقة العلمية المتمرس بالتفكير العلمي والأدبيات والاطلاعات العلمية ممكن يتشكك ويقول لك ماذا كلام هذا؟ يضطهاد وسريكوباث وين هذا؟ وين هذا الكتاب والسنة؟ بعض الناس التي تغلب عليهم المنطق النصوصي يريد كل شيء نص يثبت له أنه المزألة كذلك للأسف منطق هذا طبعاً لابد أن يعالج ومنطق بسيط وسادت جداً في الحقيقة قطعاً هذه الأنماط من الشخصيات وهذه الشخصيات لا تزال موجودة عبر التاريخ من يوم أكيد من أدب موجود أكيد يعني قابيل هذا الذي قتل أخو أخاه هابيل أكيد يعاني من من اضطراب معين من شيء معين فيه شخصيات يمكن أن يدرس أكيد فمن يوم كان الإنسان وهذه الأنماط موجودة ما فضل العلم الآن علينا وفضل هذه الدراسات العلمية الجميلة أنها جعلت السبيل لتعرف هؤلاء وتحديد وتشخيص هؤلاء أقصر ضمن رتب تنميطية تصنيفية معينة من السهل جداً شاهدت الآن كأنها تعطي أسماء لظواهر مركبة متفرعة معقدة أنت الآن لو أردت أن تصف الطاولة بغير اسمها ستأخذ زمناً هيك العلم أيضاً العلم لا يعطيك هذه الفرصة أنك تجرد جرد أشياء كثيرة ووضعت الجوهر تحت اسم واحد اسمه الشخصية السايكوباثية فهمنا جميل جداً هذا فهذا يعطيك قدرة لمقاربة الشخصيات في العالم الواقعي من الخطير جداً استخدام المعلومات المجزوئة والقراءات الفطيرة غير الناضجة يعني الجهيضة القراءات الفطيرة الجهيضة غير الناضجة قراءات النت وسماع بعض المحاضرات وبعض المقاطع للحكم على الناس يعني إياك تلعب دور عالم نفسي ودور طبيب نفسي وتبدأ تصنّر بالناس والله هذا كأنه شزوفرينك والله هذا كأنه سايكوباث والله هذا شخصية هسترية وإياك هذا طبعاً فيه ظلم وفيه تجني وفيه تورّط كبير وعدوان وتنمر على الآخرين بصراحة كمان تنمر لا نحن نتكلم عن مساعي محترمة وجادة ولا تقصد إلى الانتقام وإنما تقصد إلى إحراز النفس أنا بنت مثلاً أو أنا شاب أريد أن أرتبط طبعاً لازم أتفقف وأفهم تماماً مسائل معينة بحيث أن أقدر أقارب الشخصية الأمامي بنوع من المقاربة العلمية المحترمة لا يكون أي ضحية له لا يكون مخدوع فيه ولا يكون صحيح وحياناً قراءات فعلاً لأسبوعين ثلاثة لشهر دورة تعطيك هذا المفتاح صح وتقول يغلب على ظني ثمانون في الماء أن هذه الشخصية مضطربة ثمانون في الماء أنا ليس طيب نفسي أستطيع شيء لكن واضح الشخصية النرجسية ما الذي يخطئها النرجسي لا يستطيع أن يمثل المسكين ومشكة النرجسي أن يمارس نرجسيته علاناً جهاراً عياناً بيانة أنا وبس قاعدته ووقفته كيف بتكلم كيف يعبر كيف يضحك كيف بتعامل مع الآخرين كيف بعلق على الآخرين كيف بعلق على اجتهادات شيء مقرف شيء مش طبيعي كما قلنا الله خلق نسخة واحد منه المصنع الرباني طلع واحد وقفل لا يوجد غيره لا إله إلا الله كأنه يقول لك لا إله إلا أنا لا شاركة لي أنا لا يوجد منه أثنين فشخصية مفضوحة فقط يلزمك أن أنك تفهم شيئاً معقولاً عن النرجسية ما هي النرجسية وسمات الشخصية النرجسية ومشخصاتها عشان تكتشف أنه هذا النرجسي الشخصية انتهى النرجسي سأشقى معه ذكراً كان أم أنثى ذكراً كان أم أنثى لأنه شخص يفشل أن يحب كما قل ما فيش مساحة في قلبه وعياته للحب يطلب أن يحب بده كل ناس تسبح بحمد هي باستمرار تمدحه باستمرار تعلي من شأنه باستمرار واو يعني دائماً واو هو يعني واو عليك على شكلك على منظرك على طولك على لباسك على زوجك على كلامك على فصحتك على صوتك الحلو على شعراتك على تسريحتك على نظارتك على الموتسيكلت تبعك على البسكاليت على فيلتك ما هي جنن يا أقي ما هي ليست طبيعية شخصية متعبة متعبة جداً 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 هذا الشخصية النرجسية فعلى كل حال إذن لا جواب باختصار لا لا يمكن أن تجتمع هذه الأنماط الأربعي في نمط شخصية واحد يمكن أن تتداخل مع نمط من هذه الأنماط بعض المشخصات الأخرى ممكن يعني ممكن تكون الشخصية في جوهر نرجسية تعاني من بعض الإضطهادية وأنه شايف الناس بكرهوه والناس بتأمره عليه والناس حزدينه ويبدأ يبدأ شوي يعني يأخذ مواقف إضطهادية ممكن لكن هذا لا يحيله إلى شخصية إضطهادية يبقى شخصية في الجوهر نرجسية مع مسحة إضطهادية ممكن هذا بصير هناك جانب نفسي مهم جدا في هذه القضية لابد أن نثقف أبناءنا وبناتنا بخصوصه بمعنى ماذا بمعنى أن هناك شخصيات محددة مرشحة أكثر من غيرها وبشكل جاهر وبشكل صريح لأن تفشل وتفشل إعلاقة زوجية فالمفروض أن البنت أو الشاب منذ البداية يكون لديه نوع نوع معرفة نوع استبصار بهذه الشخصيات الخطيرة لأن هذه الشخصيات الخطيرة وطبعا تنترج تحت تحت عنوان الاضطراب النفسي لا أتحدث عن الأمراض الذهانية هذا موضوع آخر وأيضا له وجهة أخرى لن نخد فيه اليوم لكن عن اضطرابات الشخصية يعني مثلا الشخصية النرجسية الشخصية الاضطهادية الشخصية السيكوباثية الشخصية الهستيرية هذه أربعة أنواع من الاضطراب في الشخصية مرشحة أكثر من غيرها وبنسبة ساحقة زاعقة لأن تفشل وتفشل إعلاقة زوجية فبمعنى أن الشاب أو الشاب إذا عرف ابتداء أن الطرف الآخر هو أحد هذه الشخصيات ابتعد أنجو عماير أنجو بجلدك لا تتورط شخصية سيكوباثية ماذا تفعل بها يستحيل لا ينفع فيها لا طب نفسي ولا معالج نفسي ولا واعظ ولا مصلح ولا مجتمع حكماء ولا حكم من أهله وحكم من أهلها انسى انسى وسأل الخبراء النفسيين وسأل الأطباء النفسيين شخصية سيكوباثية إنسى ويمكن أن تخدع الجميع ربما آتي إلى تعريف سريع بهذه الشخصيات بعيدة قليل في تضاعيف الخطبة كذلك الشخصية الهستيرية والشخصية النرجسية العابدة لذاتها المتمهورة حول نفسها والشخصية الاضطهادية البرانود الذي يرى أن الكون كله يتآمر به الحالم كله شرير حسود حقود كريه منحط سافل يبغضه ويريد إفشاله وإشقاعه وإتعاسه لا ثقة في أحد ولا أحد يستحق الثقة ماذا تفعل بهذه الشخصيات إنسى لذلك علينا أن نوفر المعاناة على أنفسنا على أولادنا أبنائنا وبناتنا منذ البداية ماليزيا أنا ذكرت قبيل قليل الدولة الأولى عربيا في مستويات الطلاق الكويت والغريب أربما يكون لهم عذرهم لكن أنا على كل حال وجدت هذا غريبا وأجو أن يتغير قبل ثلاث سنوات رفع مقترح إلى مجلس الأمة الكويت يعني البرلمان مجلس تشريعي يطالب بتقنية نعم هذه المسألة في الشكل اللي آتي لا يسمح بإمضاء عقد الزواج بإنهاء عقد الزواج يعني بتتميم عقد الزواج إلا بعد أن يدخل الطرفان الخاطب والخطيبة أو المخطوبة دورة ثقيفية بقضية الزواج ومشاكل الزواج ومسؤوليات الزوجين وأشياء كثيرة جميل جدا قال لك لا المجلس رفضها قال لك يتعارض مع الدستور يتعارض مع الدستور ويتناقض أو يتعارض مع العداد والتقاليد عجيب في الدنيا عجيب أنا أجد أن القرآن والسنة لو فهمناهما جيدا يمكن أن يفياء بمقتضيات دورة ثقيفية على أعلى مستوى والله على أعلى مستوى والله الذي فهم دينه جيدا وطبقه بصدق وجيدا ولم يكن مضطربة الشخصية كهذه الشخصيات الأربعة ممكن أن يكون شخصية قهرية سينجح ممكن أن يكون شخصية اعتزالية انطوائية سينجح وطبعا الشخصية الانبساطية أكيد تنجح وسنعرض أيضا للتعريب بهذه الشخصيات بعيدة قليلة لكن نحن لا نفعل للأسف الشديد في المقابل على الأقل قبل سنتين أقل دولة على مستوى العالم في نسبة أو معدل الطلاق ماليزيا وهذا فخر المسلمين دولة مسلمة وعدد هائم من السكان أقل دولة مع أنها كانت قبل سنوات أيها الإخوة قبل عقود يسيرة مرتفعة النسبة فيها كانت مرتفعة الآن تدنت وأصبحت الأدنى لا أدري الآن الوضع في هذه السنة بسبب ماذا؟ بسبب هذه الدورات التثقيفية والتي قننت مسألة أصبحت مقننة مشرعنة لمدة شهر شهر كامل ويبدو أنها دورات مكثفة شهر كامل يخضع له الطرفان تدنت النسبة بشكل واضح جدا بحمد الله تبارك وتعالي لماذا لا نفعل؟ لذلك هذا ألهمني موضوع هذه الخطبة إنه هذه الخطبة خطوة على التثقيف خطوة بداية بسيطة غير كافية طبعا لكنها منبهة فقط موقظة على الطريق إن شاء الله تبارك وتعالي إذن أمثال هذه الشخصيات المضطربة كما قلنا الحل منذ البداية اختصار المعاناة اختصار التعب اختصار الوقت والحياة لا نرتبط بها وطبعا لسنا مسؤولين عن أقدارها وبعدين ما مصير وهكا لا تخافش لكل ساقطة في الحي لاقطة وكل كاسدة يوما لها سوق لا تخاف عندي أنت لن تهندس أي مشاعر الناس وكلامي هذا لن يفهمه بعض الناس ولن يحترموا يقول لك هستير يا ما هستير يا أخي وطبعا خاصة المصابون بهذه الاضطرابات يحتقرون مثل هذا الكلام ويسخفونه لماذا؟ لأنهم ينصبون حبالهم وطبعا في مقدمهم الشخصية السيكوباثي المبدع السيكوباثي المبدع خطير جدا ضحايا لا تنتهي طالما هو في قيد الحياء طالما هو في قيد الحياء وضحاياه تتوالى ضحاياه تترا كل يوم ضحية جديدة والعياذ بالله شيء مقيف وخطير جدا